اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات فرع الجبر درس النهاردة بعنوان العمليات على الجزور التربعية بنبدأ ببعض القوانين الهامة رقم واحد جزر الف في به ازاي بنجيب جزر حاصل ضرب عددين فبنوزع الجزر مرة مع الاول ومرة مع التاني فتطلع الاجابة جزر الف في جزر به القانون التاني جزر الف على به ازاي بنعمل عملية الاسمة تحت الجزر فبناخد الجزر نوزعه مرة مع البسط ومرة مع المقام بنعمل شرط الجزر ونوزع الجزر على البسط يبقى جزر الف ومرة مع المقام يبقى جزر به القانون الثالث جزر ألف على جزر به هنا بيقولي هل ينفع تحول المقام إلى عدد نسبي أه طبعا بضرب العدد كله بسطا ومقاما في نفس الجزر بتاع المقام اللي هو جزر به فبنقول جزر ألف على جزر به فيه ونضرب بسطا ومقاما في جزر به تطلع النتيجة شرط الكسر ونقول البسط مع البسط جزر ألف في جزر به زي القانون رقم واحد يدينا جزر ألف في به ونضرب المقام جزر به في جزر به يدينا العدد النسبي به هي دي القوانين اللي هنستخدمها في حل التمارين تمارين اختصر لأبسط صورة رقم واحد جزر 8 طب هنختصر ايه في جزر 8 عايزين نحاول نخلي العدد تحت الجزر أبسط من كده فبنقول الحل وناخد جزر 8 ونحوله إلى حاصل ضرب عددين أحدهما مربع كامل فيتحول إلى أربعة في اتنين عشان الأربعة مربع كامل يبقى بيساوي من القوانين اللي احنا خدناها نوزع الجزر على حاصل ضرب العددين تطلع الإجابة جزر أربعة في جزر اتنين يساوي جزر أربعة لها نتيجة في الأعداد النسبية يبقى بيساوي اتنين في جزر اتنين يساوي هنا عدد صحيح وجزر بنشيل عملية الضرب ديت ونقول الإجابة اتنين جزر اتنين وهو ده وضعه في أبسط صور بعد كده ممكن وإحنا بنشتغل مع الوقت في حل التمارين ممكن الخطوة اللي في النص اللي هي توزيع الجزر ديت ممكن نختصرها وما نكتبهاش ونواصل الحل على طو إزاي الكلام ده؟ يلا بينا نشوف اتنين جزر تمانية وعشرين نحله إزاي؟ يلا بينا نقول جزر ونحاول ندور على التمانية وعشرين عبارة عن حاصل ضربة عددين أحدهما مربع كامل هنلاقي أربعة في سبعة اللي أربعة هي المربع الكامل بيساوي ممكن هنا ما وزعش الجزر لكن أقول إجابة اللي أربعة جزرها يطلع بره هنا فعلى طول تطلع الإجابة اتنين ويتبقى لنا تحت الجزر العدد سبعة ده بطريقة مختصرة سريعة سؤالي الثالث جزر خمسة وسبعين نحل له إزاي؟ بنفس الفكرة هنقول جزر وندور على عددين حاصل ضربهم خمسة وسبعين أحدهما مربع كامل أنا سمعت حد قال خمسة وعشرين في ثلاثة إجابة ممتازة بيساوي الخمسة وعشرين هو المربع الكامل اللي له جزر يطلع بره هنا تطلع الإجابة خمسة ويتبقى تحت الجزر العدد تلاتة تبقى الإجابة خمسة جزر تلاتة تمرين جديد اختصر لأفسط صورة رقم واحد تلاتة جزر اتناشر طب نختصر ده إزاي؟ وفي عدد قدام الجزر هي بنفس الفكرة نقول بس أول حاجة تلاتة جزر دي معناها تلاتة فيه جزر اتناشر هي اللي أنا حفكر فيها كويس عبارة عن حاصل ضرب عددين أحدهما مربع كامل تطلع النتيجة بتاعته أربعة فيه تلاتة العدد أربعة هو المربع الكامل اللي نتيجته تطلع بره الجزر هنا تبقى النتيجة تساوي تلاتة فيه اللي أربعة تطلع بره إجابتها اتنين وجزر تلاتة زي ماهو هنا بقى فيه عددين بره الجزر حاصل ضربهم تلاتة في اتنين يساوي ستة وجزر تلاتة زي ماهي وهو ده العدد فيه أفسط صور اتنين تلاتة جزر خمسة فيه اتنين جزر عشر نعملها ازاي؟ بنفس الفكرة نضرب العدد الصحيحة في بعض تلاتة في اتنين يساوي ستة فيه جزر جزر خمسة في جزر عشرة بجزر خمسين هنا ألاحظ ان جزر خمسين ده عدد كبير قوي تعالوا نفكر فيه شوية ونقول ستة فيه جزر ندور على الخمسين حاصل ضرب عددين ويكون أحدهما مربع كامل نلاقي خمسة وعشرين في اتنين يبقى كلام ده بيساوي ستة فيه الخمسة وعشرين هي المربع الكامل تطلع لبرا هنا جزرها خمسة واللي اتنين زي ما هي تحت الجزر تبقى الإجابة تساوي ستة في خمسة بثلاثين وجزر اتنين زي ما هي وهو ده الجزر في أبسط صور تمرين جديد اختصر لأبسط صور جزر خمسين زاد جزر تماني ازاي نحل حاصل جمع جزرين بأعداد غير متشابهة طبعا الكلام ده بالأفكار العديمة ما ينفعش لكن بدرس النهاردة لابد من اختصار الأعداد لتحت الجزور لتحولها إلى جزور متشابهة فنبدأ نقول الحل فناخد جزر خمسين نحاوله لحاصل ضرب عددين أحدهم مربع كامل يطلع الإجابة خمسة وعشرين في اتنين زائل نفس الكلام التمانية حاصل ضرب عددين أحدهم مربع كامل يطلع أربعة في اتنين يلا بينا نظبط الكلام ده يبقى بيساوي الخمسة وعشرين تطلع بره الجزر التربيعي إجابتها خمسة وجزر اتنين زي ما هي زائل الأربعة تطلع بره الجزر اتنين وجزر اتنين زي ما هي أصبحت كده حاصل جمع جزور متشابهة بنعمل ايه؟ بنجمع المعاملات اللي هي خمسة زائد اتنين يدينا سبعة والجزر زي ما هو يبقى جزر اتنين يعني الجناتج النهائي سبعة جزر اتنين تمرين جديد؟ اختصر لأبسال صورة جزر عشرين نايز جزر خمسة واربعين إذا نطرح جزور غير متشابهة الأعداد طبعا الكلام ده ما بينفعش لكن لو عادنا نفكر وحاولنا نختصر الجزور ممكن الإجابة تنفي فنبدأ نقول الحل جزر عشرين نحاوله لحاصل ضرب عددين أحدهما مربع كامل مين يفكر معنا؟ كلام مظبوط أربعة في خمسة نايز جزر خمسة واربعين بنفس الفكرة مظبوط تسعة في خمسة الناتج يساوي الاربعة دي تطلع بره الجزر تساوي اتنين وجزر خمسة زي ما هي؟ ناقص التسعة تطلع بره الجزر إيجابتها تساوي تلاتة جزر خمسة أصبحت هنا الجزور متشابهة نطرح المعاملات والجزر زي ما هو اتنين ناقص ثلاثة يساوي سالب واحد بس ما دوبنا هنكتب الجزر يبقى الواحد هنا ما بيكتبش نكتب سالب بس والجزر زي ما هو تبقى الإجابة سالب جزر خمسة تمرين تاني اختصر لأبسال صورة جزر اتنين وتلاتين ناقص جزر اتنين وسبعين زائد ستة جزر نص نحل الكلام ده ازاي؟ لابد من اختصار إلى أعداد اللي تحت الجزور حتى تكون أعداد متشابه يبقى نبدأ الحل ونقول جزر اتنين وتلاتين نفكر فيها حاصل ضربة عددين أحدهما مربع كامل ألا أن الاتنين وتلاتين عبارة عن ستاشر في اتنين جزر اتنين وسبعين بنفس الفكرة عددين ضربوهم اتنين وسبعين أحدهم ومربع كامل هتلاقي ستة وتلاتين في اتنين زائد ستة جزر نص هنا نحاول نوزع الجزر مرة مع البسط ومرة مع المقاب يبقى فيه جزر واحد وتحت جزر اتنين يلا بينا نزبط الكلام ده يساوي الستاشر تطلع بره هنا جزرها أربعة تبقى أربعة جزر اتنين نايس الستة وتلاتين تطلع لبرا الجزر إجابتها ستة جزر اتنين زائد ستة فيه جزر واحد إجابته واحد وجزر اتنين زي ماهي هنا فيه في المقام جزر اتنين عشان نحوله إلى عدد نسبي نضرب هنا بسطا ومقاما في جزر اتنين ونحاول نزبط أكتر من كده يلا بينا نقول أربعة جزر اتنين ناقص ستة جزر اتنين زائد ستة فيه واحد في جزر اتنين يساوي جزر اتنين وجزر اتنين في جزر اتنين يدينا العدد نسبي اتنين يلا بينا نزبط اكتر من كده اربعة جزر اتنين زي ما هي ناقص ستة جزر اتنين زائد هنا نختصر اللي اتنين مع الستة فيهم عامل مشترك اتنين على الاتنين فالواحد على الاتنين فالتلاتة تطلع الاجابة تلاتة جزر اتنين هنا اصبحت كل الجزور جزر اتنين يعني جزور متشابهة في الحالة دي نجمع المعاملات مع بعض اربعة ناقص ستة زائد تلاتة 4 ناقص 6 يساوي سالب 2 زائد 3 يساوي 1 ما ينفعش نكتب الواحد مدام حنكتب جزر فهنكتب جزر 2 فقط ومعروف ان المعامل هنا كام واحد وهي دي الإجابة النهائية تمرين جديد إذا كان سين يساوي جزر 3 ناقص 1 وصد يساوي 2 زائد جزر 3 اوجد قيمة المقدار سين وس 2 زائد صد وس 2 نحل الكلام ده ازاي؟ يلا بنا نحل أول حاجة نجيب سين قص 2 عبارة عن جزر 3 ناقص 1 كل ده قص 2 هنا مقدار مكون من حدين قص 2 يتفك ازاي؟ بيتفك على 3 أجزاء الأول قص 2 اللي هو جزر 3 قص 2 والتاني قص 2 هو في الآخر ودايما مجر يبقى الواحد ده نحطه في الآخر هنا مجر واحد قص 2 واللي في النص عبارة عن الأول في الثاني في الثنين بنفس الإشارة يبقى ناقص اتنين في جزر 3 في واحد الكلام ده يساوي جزر 3 قص 2 يساوي 3 ناقص اتنين في واحد باتنين والجزر زي ما هو زائد واحد وص 2 يساوي واحد كل ده يطلع بكام؟ نجمع الأعداد الصحية مع بعض فقط ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة والجزر زي ما هو؟ اتنين جزر 3 ده أول حاجة سين قص 2 بنفس الطريقة نجيب صاد قص 2 يبقى صاد قص 2 يساوي نفتح أقواس ونقول اتنين زائد جزر 3 الكل قص 2 نفك المقدار ده ازاي؟ على تلات أجزاء الأول قص 2 اللي هو الاتنين قص 2 الثاني قص 2 وبنكتبه في الآخر ودايما مجر يبقى زائد جزر 3 قص 2 اللي في النص الأول في الثاني في الثانين بنفس الإشارة اللي قدام يبقى زائد اتنين فيه الأول فيه الثاني نختصر الكلام ده ونقول اتنين قص 2 يساوي أربعة زائد اتنين في اتنين بأربعة والجزر زي ما هو؟ جزر 3 زائد جزر 3 قص 2 يساوي 3 نجمع هنا الأعداد الصحيحة مع بعض أربعة زائد تلاتة يساوي سبعة واللي فيه الجزر زي ما هو؟ يبقى زائد أربعة جزر تلاتة ده صاد قص 2 أنا مش عايز ده الوحده ولا ده الوحده أنا عايز المقدار سين قص 2 زائد صاد قص 2 نجمع اللي احنا طلعناه أربعة نقص اتنين جزر 3 سائد سبعة زائد أربعة جزر 3 نجمعهم ازاي؟ الأعداد الصحيحة مع بعض أربعة زائد سبعة يساوي 11 وناخد الجزر مع بعض سانب اتنين جزر 3 زائد أربعة جزر 3 يدينا موجة باتنين جزر 3 وهو ده الناتج النهائي في أبسط صور ما هما العددان المترافقة؟ إذا كان لدينا ألف وبه عددان نسبيان مجابان ممكن تكوين عددين حقيقيين بالشكل ده جزر ألف زائد جزر به وجزر ألف نائز جزر به يطلق أن كل منهما مرافق للآخر وهنا العددين المترافقين بيبقوا زي بعض بالظبط الفرق الوحيد اللي بينهم الإشارة اللي في النص دي واحدة موجة والتانية سالة بنجيب على العددين المترافقين بعض المعلومات أولهم مجموعهما عبارة عن اتنين جزر ألف ما معنى اتنين جزر ألف؟ أي ضعف الحد الأول طيب حاصل ضربهم؟ حاصل ضربهم بيتعمل إزاي؟ عبارة عن مربع الأول نائز مربع التالي يبقى جزر ألف قصة 2 نائز جزر به قصة 2 جزر ألف قصة 2 يساوي ألف نائز جزر به قصة 2 يساوي به هنا لازم ناخد بالنا إن حاصل ضرب العددين المترافقين بيطلع دايما مربع الحد الأول نائز مربع الحد التالي وملاحظة مهمة جدا 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 إن حاصل ضرب العددين المترافقين هو دائما عدد نسبي تمرين أكمل ما يأتي واحد العدد جزر خمسة زائد جزر اثنين يكون مرافقه نقط ايه مرافق هذا العدد؟ مدام العدد ده الإشارة اللي في النص الموجب يبقى المرافق نفس العدد بالإشارة سان يبقى جزر خمسة ناقص جزر اثنين طب نكمل السؤال يكون مجموعهما كام؟ وحاصب ضربهما يساوي نقط المجموع زي ما قلنا ضعف الحد الأول يبقى الإجابة اثنين جزر خمسة طب حاصل الضرب يساوي كام؟ عبارة عن مربع الحد الأول وهو جزر خمسة جزر خمسة قصة اثنين يساوي خمسة ناقص مربع الحد الثاني وهو جزر اثنين جزر اثنين قصة اثنين يساوي اثنين تطلع النتيجة خمسة ناقص اثنين يساوي ثلاثة هو ده حاصل الضرب سؤالي الثاني العدد السبع ناقص جزر ثلاثة يكون مرافقه نقط المرافق هو نفس العدد بعكس الإشارة اللي في النص تبقى الإجابة 7 زائد جزر 3 نكمل السؤال يكون مجموعهما يساوي نقط وحاصل ضربهما يساوي نقط زي ما قلنا مجموعهما عبارة عن ضعف الحد الأول يبقى 2 في الحد الأول 7 يعني الإجابة تساوي 14 حاصل ضربهما عبارة عن مربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني مربع الحد الأول وهو 7 7 أس 2 بيساوي 49 ناقص مربع الحد الثاني وهو جزر 3 يساوي 3 تطلع الإجابة 49 ناقص 3 يساوي 46 وهو ده حاصل الضرب تمرين جديد أكتب العدد 7 على جزر 5 زائد جزر 2 بحيث يكون المقام عدداً نسبياً كيف يكون المقام عدداً نسبياً؟ إذا ضربنا العدد ده كله بسطاً ومقاماً في مرافق المقام إذا ضربناه في مرافق المقام يبقى الحل بتاعنا نعمل إيه؟ نقول كده 7 على جزر 5 زائد جزر 2 أضربه فيه بسطاً ومقاماً في مرافق المقام مرافق المقام هو نفس العدد بعكس الإشارة اللي في النص يعني جزر خمسة ناقص جزر اثنين بسطا ومقام يلا بنا نجاوب على الكلام ده بيساوي سبعة في هذا العدد نحطه بين أقواس نقول سبعة فيه ونفتح أقواس كده ونقول جزر خمسة ناقص جزر اثنين لكن اللي تحت عدد في المرافق بتاعه عبارة عن مربع الأول يبقى جزر خمسة قسة اثنين ناقص مربع الثاني جزر اثنين قسة اثنين ونبدأ نختصر براحتنا الأعداد ده يساوي سبعة فيه الأقواس زي ما هي ونقول جزر خمسة قسة اثنين يساوي خمسة ناقص جزر اثنين قسة اثنين يساوي اثنين يلا بنا نختصر أكتر من كده ونقول سبعة فيه جزر خمسة ناقص جزر اثنين وخمسة ناقص اثنين يساوي ثلاثة أصبح المقام عددا نسبيا إذن انتهى السؤال لو كان فيه اختصار كنتم ممكن اختصر مفيش يبقى كده هو ده الحل النهائي يلا نفتكر بعض المعلومات من عملية الضرب رقم واحد سين زي اثنين قسة اثنين لما كان عندنا مقدار مكون من حدين قسة اثنين احنا قلنا بيتفك ازاي؟ بيتفك على ثلاث أجزاء يلا بنا نقول الأول قسة اثنين فتبقى الإجابة سين قسة اثنين التاني قسة اثنين ودايما موجب وبنكتبه في الآخر بعيد كده شوية ونقول زائد صاد قسة اثنين اللي في النص عبارة عن الأول في التاني في اثنين بنفس الإشارة الإشارة اللي في النص موجب ونقول اثنين في سين في صاد يعني اثنين سين صاد وده قانون مهم جدا 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 قانون كمان سين ناقص صاد قسة اثنين بنفس الفكرة نفكه ازاي؟ على ثلاث أجزاء الأول قسة اثنين والتاني قسة اثنين ودايما موجب ونكتبه في الآخر يبقى موجب صاد قسة اثنين اللي في النص الأول في التاني في اثنين بنفس الإشارة يبقى ناقص اثنين في سين في صاد يعني اثنين سين صاد قانون كمان لو معنا حاصل ضرب مقدارين شبه بعض بالظبط الفرق الوحيد الإشارة اللي في النص واحد سالب والتاني موجب بنعمل ايه؟ كنا بنضربهم بطريقة سهلة أو نقول مربع الأول يبقى سين قسة اثنين ناقص مربع الثاني وهو صاد قسة اثنين دول ثلاث قوانين مهمين جدا 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 بيساعدون في تمرين العددان المترافقان تمرين إذا كان سين يساوي أربعة على جزر سبعة زائد جزر ثلاثة وصاد يساوي جزر سبعة زائد جزر ثلاثة اثبت أن سين وصاد مترافقان بس كده لقوا بطلب كمان معلومة بعد ما نخلص ده ثم وجد قيمة المقدار سين قسة اثنين زائد اثنين سين صاد زائد صاد قسة اثنين يلا بينا نسبة الجزء الأولاني ونقول عشان نسبة أن هما سين وصاد عددان مترافقان لازم يكونوا الاثنين مواضحين قدامنا وشبه بعض وبعكس الإشارة واضح إن الصادة جهزة قدامنا ما فيهاش أي مشكلة المشكلة عند مين؟ عند سين تعالوا ناخد السين ونحاول نخلي المقام عددان نسبيا فنصبطه شوية عن كده فنقول أربعة على جزر سبعة زائد جزر ثلاثة نعمل ايه؟ نضربه بسطا ومقاما في مرافق المقام المرافق بتاع المقام جزر سبعة نائس جزر ثلاثة بسطا ومقاما يلا بينا نجاوب على ده يبقى أربعة فيه ونحط العدد بين قصين واللي تحت نعمله ازاي؟ مربع الأول نائس مربع الثاني بيساوي نصبط أكتر من كده أربعة فيه الأقواص زي ما هي ونجاوب على المقام جزر سبعة أسلتين يساوي سبعة نائس جزر ثلاثة أسلتين يساوي ثلاثة نكمل ونقول أربعة فيه والأقواص برضو زي ما هي لكن سبعة نائس ثلاثة يساوي أربعة نختصر الأربعة مع الأربعة يطلع النتيجة أن العدد سين هو جزر سبعة نائس جزر ثلاثة وذا في أفسد صورة له لو بصينا على العدد سين والعدد صاد نلاقيهم نفسي لأعداد بالزبط الفرع الإشارة اللي في النص فنقدر نقول له إذن سين وصاد مترافقان ده كان الجزء الأول من هذا السؤال نكمل المطلوب الثاني من السؤال فهنكتب قدامنا العدد سين هوت عبارة عن جزر سبعة نائس جزر ثلاثة العدد صاد عبارة عن جزر سبعة زائد جزر ثلاثة إيه المطلوب الثاني هو عايز قيمة المقدار سين والس اثنين زائد اثنين سين صاد زائد صاد والس اثنين أجيب المقدار ده كله إزاي؟ ده مقدار بالنسبة لي صعب جداً أحوله من القوانين الهامة اللي إنا خدناها إلى سين زائد صاد الكل قس 2 وده أسهل بكتير من المقدار الأول يلا بينا نتكلم عن المقدار الثاني فنفتح أقواص كده ونكتب السين جزر 7 ناقص جزر 3 زائد نكتب الصاد جزر 7 زائد جزر 3 كل ده قس 2 يساوي حنفاجأ جوه الأعداد دي في عددين مختلفين الإشارة جزر 3 بالمجب وجزر 3 بالسالب يطيره مع بعض يساوي صفر يتبقى أن جزر 7 زائد جزر 7 عبارة عن 2 جزر 7 عملتها زي يا مستر دي جمعنا المعاملات اللي قدام الجزر 1 1 زائد 1 يساوي 2 والجزر زي ما هو ما تنساش أن كل ده قس 2 يلا بينا نجاوب على الكلام ده ونقول 2 قس 2 يساوي 4 في جزر 7 قس 2 يساوي 7 تطلع النتيجة 4 في 7 يساوي 28 وهو ده قيمة المقدار اللي هو طلبه سين قس 2 زائد 2 سين صاد زائد صاد قس 2 إلى هنا أعزائي الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهو العمليات على الجزور التربعية اللي اتكلمنا فيها على كيفية إجراء العمليات على الجزور التربعية والعددان المترافقان وإلى اللقاء في درس جديد من درس مادة الرياضيات اللقاء شكرا